اليمن ليس بخير يدرك الجميع ذلك لكنهم يذهبون بعيدا عند بحثهم عن علاج مناسب قبل أكثر من عام ونصف قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن الرأي العام في الغرب نسي أسباب الحرب في اليمن بات العالم ينظر للأزمة اليمنية باعتبارها حربا بين السعودية واليمن متناسيا مشكلة اليمنين مع ميليشي الحوثي وبداية هذه الحرب الكارثية وأسبابها منذ سيطرة جماعة مسلحة ذات خلفية طائفية على السلطة في البلد الذي كان يستعد للدخور في آخر مراحل استحقاقات ثورة الحادي عشر من فبراير يقفز الجميع على جدران الأزمة نجح الجميع في تثبيت مصالحهم وأخفق اليمن لتتأكد فكرة أنه لا أصدقاء حقيقيين لهذا البلد الغارق في الجحيم منذ أكثر من خمسة أعوام وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس خلال مؤتمر البحرين للأمن كان قد تحدث عما يمكن تسميته بالرؤية الأمريكية للتسوية في اليمن والتي تتلخص بالعمل على إيجاد حدود منزوعة السلاح بين اليمن والمملكة العربية السعودية ومنح الحوثيين حق الحكم الذاتي ليست أمريكا وحدها من يتحدث عن ذلك فالجميع يتحدث عن تسوية سياسية محتملة في اليمن لكن لا أحد يعرف كيفية حدوثها خصوصاً اليمنيين وهم المعنيون بالأمر خمسة أعوام خاضت جميع الأطراف تحالفات متغيرة تبدلت فيها مواقف العديد من الدول لكن ما بقي ثابتاً هو أن اليمنيين هم الطرف الأضعف وأن الجميع لا يرون اليمن إلا من خلال مصالحهم وصراعهم على أرضه خمس سنوات فشلت فيها الأمم المتحدة ومبعوثوها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين والأخطر هو أن تتحول الأمم المتحدة إلى ممثل لمصالح القوى الكبرى وهو ما تقوله الكثير من الشواهد غرقت الأمم المتحدة ومبعوثوها في ملفات فرعية عملت على تجزئة القضية اليمنية ولم تستطع تقديم إنجاز في ملف واحد كانت الأزمة الإنسانية رافعة لكثير من المواقف الدولية والتدخلات لكنها ظلت طيلة الخمس سنوات أحاديث دون أفق فيما يرى مراقبون أنه يتم استغلال هذا الملف للعمل على تسوية قاتلة لا تلبي طموحات اليمنيين ولا تمثل ترضية مناسبة عن كل هذا الخراب الذي وقع على رؤوسهم أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شكرا